العربية والدولية الآن حيث نقلت وكالة تاس للأباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت ثمانية صواريخ من طيراز التاكمس فوق بحر آزوف واعترضت ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرن وقال مسؤول في شبه الجزيرة أن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بعبارتين قرب مدينة كيريتش ما أدى إلى تعليق حركة العبارات وإغلاق السلطات الروسية حركة السيارات على جسر القرن الرئيسي الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا